فضل الشيخ لنبدأ بأسئلة العقيدة الأخ عمر الوهيبي على التويتر يقول الأنبياء معصومون من الخطأ فيا ترى ما مصدر هذه الجملة وهل بالفعل هم معصومون لأن البعض يرى عكس ذلك بأكل آدم عليه السلام من الشجرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهدنا إلى الطريق الأقوام إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن الجواب على مسألة عصمة الأنبياء يبدأ بالتعرف على معنى العصمة ولو باختصار شديد و العصمة معناها لغة و شرعا الصون و الحفظ فهي مطلق الصون و الحفظ في اللغة و أما في الشرع فهو الصون و الحفظ من الوقوع في الذنوب و المعاصي و حينما تضاف إلى الأنبياء و الرسل الكرام عليهم الصلاة و السلام فإنه يقصد بذلك أنهم محفوظون مصونون من الوقوع في الذنوب و من مقارفة المعاصي و هنا اختلف أهل العلم و أشهر قولين في هذه المسألة أنهم معصومون على الإطلاق من الصغائر و من الكبائر قبل النبوة و بعدها و هذا القول قال به جمهور أصحابنا الإباضية و معهم طائفة من العلماء المتقدمين و طائفة من المعتزلة و عدد من مذاهب أهل السنة و يقابل هذا القول أنهم معصومون بعد النبوة و أما قبلها فيمكن أن يقع منهم يمكن أن تقع منهم الصغائر أما الكبائر فهم معصومون منها و هذا ليس فيما يتعلق أي الخلاف في مسألة العصم حتى نخرج ما ليس منها بعد أن أدخلنا ما هو من هذه المسألة لا يتعلق بما أمروا بتبليغه من وحي الله تبارك و تعالى إلى قومهم فهذه القضية غير داخلة فيما يتعلق بالخلاف في عصمة الأنبياء لأن الكل يتفق على أنهم فيما أمروا بتبليغه أنهم معصومون محفوظون بحفظ الله تبارك و تعالى لهم نعم الآن فيما يخص هذين القولين إذا نظرنا في الأدلة الشرعية التي دفعت هؤلاء و هؤلاء إلى و هذه أقوال متقاربة للغاية نجد أن هناك جملة من الأدلة في كتاب الله عز و جل حدث بكل فريق إلى ترجيح القول الذي يرى و نحن بعيدا عن هذا الخلاف لننظر في كتاب الله عز و جل لفحص هذه المسألة يمهل ما هي النبوة؟ ما هي منزلة هذه النبوة؟ هذا النوع الأول من الأدلة نجد أن الله تبارك و تعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا و من الناس فالنبوة اصطفاء من الله تبارك و تعالى هناك مؤهلات جعلت من هؤلاء الذين اصطفاهم الله تبارك و تعالى أهلا لهذا الاصطفاء و هي لا ريب فوق ما يعهده البشر من صفات الخير و الصلاح و الفضل و التقوى و كل خلال الخير التي يعهدونها إذن هم شبيهون بالملائكة بدليل اصطفاء الله تبارك و تعالى أن الله سبحانه و تعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا و من الناس أي أنه يصطفي من الناس رسلا نعم و هذا يعني يدل دلالة واضحة على أن هناك صفات و مؤهلات أهلت هؤلاء لكي يكونوا محل اصطفاء الله تبارك و تعالى لهم لتبليغ وحيه سبحانه و تعالى إلى أقوامهم و إلى من بعثوا فيهم نجد أيضا أن الله سبحانه و تعالى حينما ذكر أمر الرسالات قال الله أعلم حيث يجعل رسالته نعم في سياق الرد على من يستنكر دعوة الرسل نعم و المؤهلات أو الأسباب التي جعلت بعضهم بعض من ينتسب إليهم من من يكون من قومهم يدعي أنه نبي و يعترض على ذلك من هؤلاء الجاحدين فإن الله تبارك و تعالى رد على هؤلاء بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته إذن هو اختيار فهو اختيار و اجتباء من الله تبارك و تعالى نعم أيضا نجد أن الله عز و جل في كتابه الكريم فيما يتعلق بالأنبياء و الرسل أقامهم في القرآن الكريم ليكونوا أسوات لقومهم ليكونوا قدوة حسنة للناس نعم و لذلك قال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ نعم فهذا يعني أن هذا الرسول المجتبى المصطفى هو في محل الأسوة و القدوة لقومه جميل بدليل قوله إلا ليطاع بإذن الله فهو بعث لكي يكون مطاعا في قومه فيما جاءهم به فلا يليق بكل هذه الصفات التي أحيطت في القرآن الكريم بمعنى النبوة و قارنت أسباب اختيار الله تبارك و تعالى للأنبياء و الرسل أن يصدر منهم ما يمكن أن يعد هفوة أو ثلمة في مقام النبوة هذا لأنه مقام عال كريم جميل الصنف الآخر من الأدلة التي نحتاج إليها هو ما يتعلق لا تزال للفريق الأول طبعا هذه لكل أنا قلت سننظر في الأدلة الشرعية بعيدا حتى عن الخلاف جميل بعيدا عن الخلاف لأن الخلاف قريب بين هذين القولين هناك أقوال لكنها يعني أبعدت النجعة في الحقيقة نعم غير القولين المتقدمين ولا شأن لنا بهما الآن و إنما يعني نحاول أن نتعلم كيف نفكر في هذا النوع من المسائل كيف ننظر في آيات الكتاب العزيز إذن عندنا مجموعة من الآيات القرآنية تبين معنى النبوة و صفات الأنبياء و أنها اصطفاء و اجدباء من الله تبارك و تعالى و أنها أمثلة نصبت أي الأنبياء إنما هم أمثلة نصبت للناس ليقتلى بهم و ليتأسى بهم جميل الصنف الآخر هو ما نجده في القرآن الكريم من صفات أولئك الذين لا سبيل للشيطان عليهم فحينما قطع إبليس على نفسه وعداً بين يدي الله تبارك و تعالى بغواية الناس و إضلالهم فإن الله سبحانه و تعالى استثنى صنفاً من عباده فقال سبحانه و تعالى يعني لو نأتي بالسياق نعم لأغوينهم هذا كلام إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعم ثم تأكد هذا المعنى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين هذا يشمل الأنبياء و غيرهم فهذا يعني إن كان غيرهم نعم معصوماً محفوظاً من غوايات الشيطان فلا ريب أن في الذروة من هذا المقام هم الأنبياء و المرسلون نعم لأنهم معصومون من وساوس الشيطان و من إغواء الشيطان لهم نعم يتأكد هذا المعنى و هذه المجموعة من الأدلة الشرعية قريبة جداً من المجموعة الأولى أننا نجد هذا التأكيد مرتبطاً أيضاً ببيان ما تضمنته المجموعة الأولى من الأدلة الشرعية بمعنى نعم نجد أن الله سبحانه و تعالى يقول في بعد ذكره لطائفة من الأنبياء و المرسلين قال وكلاً فضلنا على العالمين قال إن الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين نعم الآية الأولى قالت و كلاً فضلنا على العالمين جاءت بعد مجموعة من الأنبياء و الرسل و هذه الآية قالت نصت على أسماء عدد من الأنبياء و المرسلين و على آلهم و على ذرياتهم ممن أكرمهم الله تبارك و تعالى أيضاً بالنبوة إن الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين أيضاً نجد أن إبراهيم عليه السلام حينما دعا ربه مخاطباً إياه بأن يجعل هذه النبوة في ذريته جاءه الجواب فوراً قال لا ينال عهد الظالمين فيبين الله سبحانه و تعالى أن هذا المقام هو غير جدير بمن هو ليس بأهل له ممن يمكن أن يصدر منه الخطأ أو المعصية و الذنب أو أن يصدر منه الظلم لنفسه أو في حق الله تبارك و تعالى قال لا ينال عهد الظالمين هذه المجموعة كما قلت هذه المجموعة من الأدلة الشعرية مع المجموعة المتقدمة كلها تؤكد على أن الأنبياء والرسل محفوظون مصونون من الوقوع في الخطأ من الوقوع في المعصية أو مقارفة الذنب صغيراً كان أو كبيراً قبل النبوة أو بعدها في المقابل نجد بعض الآيات التي يمكن أن يفهم منها أن بعض الأنبياء صدرت منهم شيء من الأخطاء و في هذا السياق يذكر ما صدر من آدم عليه السلام كما هو السؤال و ما صدر من موسى عليه السلام و من يونس عليه السلام و من داود عليه السلام كل هذه إنما هي بالنظر إلى مقام النبوة فهي و إن ظهرت على أنها أخطاء لكنها ليست من الذنوب و المعاصي هي قد تكون بالنظر إلى مقام النبوة أخطاء لكنها ليست من الذنوب و المعاصي بالنسبة لغيرهم بالنسبة لذات شرع الله تبارك و تعالى و إنما كان العتاب لعلو مقامهم و لعظم منزلتهم فكانت هذه المعاتبة لبيان ما كان أولى في حقهم مما يتناسب مع مقام النبوة فآدم عليه السلام ربنا جل وعلا قال لم نجد له عزما أي ما كان عازما على مقارفة فنسي و لم نجد له عزما نسي و لم نجد له عزما فنفى ذلك أو حمل ذلك حمل هذا المعنى على أو وجب أن تفسر به آية و عصى آدم ربه فغوى و ما صدر من موسى عليه السلام حتى عند من يقول بأنهم يعني معصومون بعد النبوة قالوا بأن هذا كان قبل النبوة لكنه في حقيقته ما صدر من موسى ما كان من المعاصي أو الذنوب أبدا بل كان نصرة لمظلوم إلا أن الأثر الناتج كان أعظم مما توقعه موسى عليه السلام و مع ذلك و هذا هو لما تقدم لما تقدم القول بأنه قد يصدر منهم ما هو خلاف الأولى لما قلت الخطأ أي هو خلاف الأولى بالنظر إلى مقام النبوة لكنه لا يكون ذنبا أو معصية لأن الله تعالى جعلهم في مقام الاقتداء و الاتساء فنحن نتعلم منهم كيف نتوب إلى الله سبحانه و تعالى و لا يتأتى ذلك إلا في مثل هذه المواضع نحن نتعلم منهم كيف نستغفر الله عز و جل كيف نتوب و نثوب إليه كيف نطلب منه لو على أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا و من أخطائنا فنتعلم منهم كل ذلك بمثل هذه المواضع بمثل هذه المخالفات لما هو أو لا و هذا هو الأليق بمقام النبوة و هذا باختصار شديد ما يتعلق بهذه المسألة و الله تعالى أعلم إنما يبقى طرح مثل هذه القضايا من قبل مجموعة من الناس هناك طبعا كما تفضلتم إشكالات حول بعض الأفعال التي فسرتم الآن سببها لكن بشكل عام طرح مثل هذه القضايا هل له ثمرة معينة يمكن أن يترتب عليه عمل؟ نعم الحقيقة أنه نعم يمكن أن تكون له ثمرة بل ثمرته واضحة إذ لو كان الحديث إنما هو في بعض الهفوات التي يمكن أن تصدر في حالة السهوي أو النسيان كما حمل على ذلك أيضا طائفة من أهل العلم لكان لا إشكال لكننا نجد أن الأمر يتعدى بنسبة ما لا يليق إلى الأنبياء والمرسلين نعم وهنا تصبح المسألة من مسائل الاعتقال نعم إذ يجب أن ينزه الأنبياء والمرسلون عما لا يليق بهم وما لا يليق بمنزلة النبوة و باصطفاء الرسالة من الله تبارك و تعالى و بهذا المقام الكريم الذي بوئوا إياه لا في نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم و لا في من كان قبله من الأنبياء والمرسلين نعم فحينئذ نعم تصبح المسألة من مسائل الاعتقال إذا كان هناك شيء من التنقص بنسبة شيء لا يليق إلى الأنبياء والمرسلين أو حتى في حكاية ما صدر منهم أو ما وقع عليهم بشيء فيه من الاستخفاف بمقام النبوة أو التحقير لبعض الأنبياء والمرسلين و كم رأينا أن بعض المفسرين يأخذون من مما كتبه أهل الكتب السابقة أهل الكتب السماوية السابقة فلا ينتبهون ينقلون عنهم ما لا يليق بمقام الأنبياء والمرسلين و الغريب أنه حتى في سياق يتعارض تماما مع كتاب الله عز وجل هذا لا مبالغة فيه يعني أن نجد من المفسرين من الأئمة الكبار من ينقل هذه الإسرائيليات و يجعلها في تفسيره و هي تتعارض تماما مع السياق القرآني الذي يفسره في قصة يوسف ورد هذا في قصة داود عليه السلام ورد شيء كثير في قصة سليمان عليه السلام ورد شيء كثير في كثير من قصص الأنبياء و المرسلين و سيارهم التي نجدها في كتاب الله عز وجل نجد أن ما يأتي به هؤلاء المفسرون من هذه المصادر و ما ينقلونه من إسرائيليات يناقض ما يثبته النص القرآني و لذلك وجب أن يتنبه لهذا و أن تنزه منه كتب التفسير